اهلا وسهلا طالبات وطالبات الصف الثاني الاعدادي مادة دراسات الاجتماعية تحت رعاية وشراف وزارة التربية والتعليم في الحلقة السابقة تكلمنا عن روائع الحضارة الاسلامية في المجال الاقتصادي واتكلمنا فيها عن ظهور بيت المال في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وده كان بسبب اتساع الدولة الاسلامية في عهده واتكلمنا عن اوجه مصروفات بيت المال واتكلمنا عن واردات بيت المال زي الجزية والعشور والخراج والركاز واتكلمنا كمان عن النقود في الدولة الاسلامية وكيف طورها عبد الملك بن مروان بانه ضرب اول عملة معدنية اسلامية عليها الشهادتين واسم الخليفة واتكلمنا عن عنشطة الاقتصادية اللي كانت موجودة في الدولة الاسلامية كالزراعة والصناعة والتجارة وكيف كانت معاملات المسلمين في التجارة سببا في زيادة ودخول التجار الى الاسلام كلمنا عن عناصر المجتمع الاسلامي كالعرب والموالي واتكلمنا على دور المرأة في الاسلام درسنا النهاردة هنتكلم فيه عن روائح حضارتنا في العلوم والثقافة هنتكلم عن اهم العلوم التي ظهرت في الدولة الاسلامية كعلوم الشرعية والعلوم الطبيعية وهنتكلم كمان عن المؤسسات التعليمية في الدولة الاسلامية وكيف انتقلت الحضارة الاسلامية الى الغرب تعالوا مع بعض نشوف درسنا النهاردة طبعا زي ما قلنا النهاردة ان احنا درسنا هيتكلم على العلوم والثقافة في الدولة الاسلامية طيب روائح الحضارة الاسلامية وده الدرس التاني روائح حضارتنا الاسلامية في العلوم والادب ان اول كلمة نزلت في القرآن الكريم كانت اقرأ اول ما بدأنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ مما يدل على اهتمام الاسلام بالعلم والسعي اليه احنا قلنا قبل كده يا جماعة نرجع الوراء الاسس التي قامت عليها الحضارة الاسلامية طبعا بعد احتفاظها بالدين انها اهتمت باللغة وبالعلم يبقى ايزا الدولة الاسلامية منذ لحظاتها الاولى وهي بتهتم بالعلم وسعت اليه لان قيام اي حضارة بيقوم على كتاف العلم لازم يكون فيه علم وعلم متقدم ومواكب لما هو وصلت اليه الناس من حيث الناس انتهت احنا وصلنا ثلاثة لذلك حرص المسلمون الاوائل على تحصيله من منابعه المختلفة يبقى احنا حاولنا نوصل وده كان الانفتاح العلام الخارجي من ضمن الاسس التي قامت عليها الحضارة انها انفتحت ولم تكن حضارة منغلقة طبعا رواية حضارتنا الاسلامية في العلوم هتتمثل فيه عدد من العلوم التي وصلت اليها الحضارة الاسلامية يعني علوم اللغة بالنسبالي هنتكلم فيه عن النحو والادب والصرف والبلاغة وهنتكلم عن العلوم الشرعية كعلوم القرآن الكريم والفقه والحديث والتفسير والعلوم الاجتماعية كالتاريخ والجغرافيا والفلسفة والاجتماع والعلوم الطبيعية كالرياضة والطب والكيمياء وعلوم الفيزياء والهندسة والفلك يبا دي بالنسبالي العلوم اللي احنا هنتكلم عليها بداية من العلوم الشرعية زي ما احنا شايفين اولا نتكلم عن علوم القرآن ثم علوم الفقه ثم علم الحديث والتفسير دي بالنسبة للعلوم الشرعية اما علوم اللغة نتكلم على النحو والادب والصرف والبلاغة اما العلوم الاجتماعية هنتكلم على التاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم الاجتماع والعلوم الطبيعية كالرياضيات والكيمياء والطب والصيدلة الفيزياء والهندسة والفلك هنشوف مع بعض أدي العلماء المسلمين أضافوا لهذه العلوم وأضافوا ليهم لدرجة أن قامت الحضارة الغربية على أنقاض الحضارة الإسلامية اللي هي حققتها واللي هي استمرت حوالي ألف عام من التقدم تعالوا نشوف مع بعض ناخد واحدة واحدة بالتفصيل العلوم الشرعية علوم القرآن الكريم وعلم التفسير وعلم الفقه وعلم الحديث علوم القرآن الكريم منها القراءات التي تختص بكيفية قراءة القرآن طبعا عارف أن أنا عندي أكتر من قراءة معروفة وعندي بعد كده علوم الفقه يختص بأحكام العبادات والمعاملات هنتكلم على علم الحديث يختص بتدوين ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول طبعا أو فعلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ده علم الحديث وعلم التفسير يختص بمعاني القرآن الكريم وأسباب نزول الآيات طيب تعال نشوف مع بعض معلومة إسرائية من أشهر فقهاء الإمام مالك وابو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ومن أشهر رواة الحديث البخاري ومسلم ومن أشهر علماء التفسير عبد الله بن مسعود وعبد الله بن العباس أو عبد الله بن العباس عظيم طيب علوم اللغة تختص بدراسة اللغة العربية وحفظها من الضياء لأنها لغة القرآن الكريم يبقى زي لما أقول لك نوع من العلوم أو أحد أنواع العلوم في الدولة الإسلامية تختص بدراسة اللغة وحفظها من الضياء إذا أنا أتكلم عن علوم اللغة طيب وتشمل النحو والصرف والأدب والبلاغة العلوم الاجتماعية تختص بدراسة الإنسان وتفاعله مع غيره مع المكان الذي يعيش فيه وقد نبغى العلماء المسلمين في فروع الاجتماعية المختلفة يبقى نبغى العلماء المسلمين في فروع العلوم المختلفة الاجتماعية طيب تعالوا نتكلم مع بعض على العلوم الاجتماعية عندي التاريخ وهو أشهر المؤرخين ابن الأسير وابن هشام وعندي علوم الجغرافية أو علم الجغرافية أشهر الجغرافيين وهو الإدريسي والفلسفة أشهر الفلاسفة يبقى جاء بها وعندي الاجتماع والسياسة وعندي المؤرخين والاجتماع وابن عمران ابلد حشام ضون في ورقة البتاعتك وزود الشخصات التي عندك عندما يجي يقول لي هذا arrسن وقوم علي من أشهر علماء الجغرافي انتهام من أشهر علماء في علم الاجتماع يبقى عبد الرحمن ابن خلدون من أشهر الفلاسفة يبقى أنا عندي ابن سيناء أو ابن سيناء تعالوا نشوف مع بعض العلوم الطبيعي هي العلوم التي تهتم بدراسة الظواهر الطبيعية والمواد وخصائصها المختلفة معتمدة على الملاحظة والتجربة اللي هو التجريب ملاحظة وتجريب طيب يبقى لما أجب في الامتحانة أقولك أكتب ما تشير إليه العبارة علوم تهتم بدراسة الظواهر الطبيعية والمواد وخصائصها ومعتمدة في الأساس على الملاحظة والتجربة بأنا بتكلم على إيه العلوم الطبيعية جب ممكن عكست السؤال عرف العلوم الطبيعية يبقى هي العلوم التي تهتم بدراسة الظواهر الطبيعية والمواد وخصائصها وفي نفس الوقت هي بتعتمد على أو أسلوبها في الاعتماد على الملاحظة والتجربة طيب تعالوا نشوف العلوم الطبيعية وقد برع في هذه العلوم كثيرا من العلماء المسلمين الذين أصبحوا منارة أضاءة العالم اللي أنا قلت لك عليه من شوية إن الحضارة الإسلامية استمرت عشر قرن حوالي ألف سنة ألف سنة من الإبداع في مجال الكيميا والاقتصاد والرياضة والهندسة والطب والفلك وعلوم اللغة ألف سنة حضارة عظيمة أنارت العالم وقامت عليها الحضارة الغربية اللي موجودة دلوقتي على كلمة عنقضة ناصة بيها لما الحضارة الإسلامية بدأت تظهر الحضارة الأوروبية قامت على اكتافها طيب ودرست كتب في الجامعات الأوروبية ودرست طبعا كتب في الجامعات الأوروبية وعلى أفكارهم قامت النهضة الأوروبية الحديثة يبقى النهضة الأوروبية الحديثة اللي احنا بنتكلم عليها قامت على أساس أو على ما وصلت أو انتهت إليه الحضارة الإسلامية التي استمرت حوالي ألف سنة طيب تعالوا مع بعض نشوف بعض أنواع العلوم الطبيعية ونبتدي به الرياضيات بعدها نتكلم على الهندسة ونتكلم عن الكيمياء والطب والصيدلة والفلك والفيزياء محمد بن موسى الخوارج مين يعيد أعظم ما قدمه المسلمون للرياضيات الحديثة يبقى أعلى ما حد وصل للرياضيات الحديثة من العلماء المسلمين هو محمد بن موسى الخوارج مين يا جماعة الورق اللي كانت معاك فيها الشخصيات صدقني جزء كبير جدا من المنهج ممكن تخلصه في التاريخ بمجرد أنك تعمل ورق الشخصية وأعمالها وبخط إيدك يعني احنا كده كده في المراجعات هتديم أوريخ سلايدز كامل بكل الشخصية وأعمالها لما نبدأ المراجعات النيائية في الجزء ما يخص العلماء والعلم والأدب هتلاقي الشخصيات كلها موجودة عندك بهم أعمالها بس أنا بطالبك من دلوقتي أكد على الورقة اللي أنا قلت لك عليها دي هتعمل الورقة وخط الشخصية وأعمالها وتقتصد في الأعمال يعني قدر المستطاع أنت عايز المفتيح بس اللي بتفكرك البداية يعني لما أتكلم عن علم الرياضيات هقول محمد بن موسى الخوارج مين محمد بن موسى الخوارج مين في علم الرياضيات تعالنا نشوف أقدم إيه وأهم الأرقام الحسابية خاصة الصفر على يد محمد بن موسى الخوارج مين مؤسس علم الجبر يبقى لما أجا أقول لك في الامتحان إيه اللي قدمه محمد بن موسى الخوارج مين أذكر عملاً وحداً الراجل ده هو اللي عرفني يعني صفر طبعاً قيمته كبيرة جداً في الرياضة تمام سامي واحد بيقول لي يا مستر عشان نعرف العشرة والعشرين والمليون والتلتمية يقول له الصفر ممكناش نعرف الكلام ده يقول له الصفر ممكنش عرف اللي هو سلب واحد اتنين إنه هو ما هو أقل من الصفر طبعاً نظره كبير جداً وهو مؤسس علم الجبر ودي طبعاً الصورة بتاعته تعالي نتكلم عن علم الهندسة هنتكلم عن البيروني أشهر علماء المسلمين في علم الهندسة هو البيروني هو محمد بن أحمد البيروني تبص كده على الصورة بتاعته انت واخد بالك احنا بنتكلم عن علماء مسلمين أضافوا للحضارة الإسلامية والغربية فيما بعد علم الكيمياء جابر ابن حيان أطلق عليه المسلمون علم الصنع أطلق عليه المسلمين المسلمين سموا الكيميا علم الصنع طبعاً صناعة يعني هيوصد بيها الحاجات الكيميائية اللي بتحطى لبعض واستفادوا منه في صناعة الأدوية والسبغات وغيرها ومن أشهر علماء المسلمون جابر ابن حيان ممكن أعبك في الامتحان وقولك صوب ما تحتوي خط من أشهر علماء الرياضيات جابر ابن حيان لا طبعاً هو محمد بن موسى الخوارزمي خلينا فاهمك حاجة كل العلماء المسلمين اللي برعوا في الكيميا أو الفيزياء أو الأحياء أو الطب أو آن كان كانوا على دراية بالعلوم المختلفة ده كان جزء من دراستهم يعني ما ينفعش يكون بارع في الفيزياء ومعرفش رياضة أي معنى معادلات أصلاً ما ينفعش يكون بارع في الكيميا وما فهمش رياضة أنت عندك الوزن بتاع المعادلات الكيميائية لازل تكون فاهم رياضة على الأقل يعني ما بديها العلماء المسلمين في ذلك الوقت ما كانتش تقتصر حياتهم على علم معين يعني مثلاً في علم الفيزياء كان بارع الحسن من هيسة وبرضه كان في علم البصريات وجزء خص الفيزياء فالعلماء كانوا مش مجرد بس أنهم متخصص في العلم بتاعهم لأ كانوا مطلعين على العلوم المختلفة وأي علم ما ينفعش يكون مختص في حاجة معانة ما عندوش ثقافة في حاجات تانية ده جزء من تطوره وانفراده في العلم بتاعه إنه هو يكون على ضراية بالعلوم المختلفة مش بنفس قدر تخصصه طبعاً يبقى جابر بن حيان أطلق عليه أطلق على المسلمون على هذا العلم علم الصنع واستفادوا منه في صناعة الأدوية والسبغات وغيرها ومن أشهر علماء المسلمين هو جابر بن حيان وديه الصورة بتاعته الطب والصيدلة ابن النفيس كان من أبرز العلماء فيها ابن النفيس الذي اكتشفت دورة الدموية وأبو بكر الرازي بأن عندي ابن نفيس وأبو بكر الرازي من أشهر الناس اللي اهتموا بعلم الطب والصيدلة ابن البطار لما أجل أتكلم عن الصيدلة فكانوا أول من وضعوا كتب الأدوية وأول من أسسوا مدرسة متخصصة في الصيدلة ومن أهم علماءها ابن البطار خب بالك أنت سامعنا بقول لي أول الناس اللي عملت مدرسة تختص بالصيدلة هم نتكلم عن دور الدولة الإسلامية والحضارة الإسلامية اللي استمرت أكتر أو حوالي ألف عام أضافت إيه للغرب وأضافت إيه للعلوم اللي موجودة عندنا دلوقتي فقال لي في علم الطب والصيدلة كان ابن البطار في الصيدلة وتم إنشاء أول مدرسة متخصصة مختصة في الصيدلة يعني ووضعوا فيها كتب الأدوية علم الفلك محمد بن سنان البطاني أنشأ المسلمون المرصد وأجروا الأبحاث والتجارب عشان يرصدوا طبعا النجوم والكواكب والكلام ده وأجروا الأبحاث والتجارب ومن أشهر علماء المسلمين هو محمد بن سنان البطاني يا جماعة الجزء ده بيسير فيه أكتر من سؤال في الامتحان وخاصة ظهر في علم كذا العالم كذا من أشهر علماء مثلا دلوقتي بيتكلم عن الفلك يبقى محمد بن سنان البطاني بتكلم عن علم الفيزياء مثلا هتلاقي الحسن بن الهيسم في علم الكيمياء جابر بن حيان كده الخوارزمية فيه الرياضيات وعلم الجاب هيلعبك هيلعبك في الامتحان ما بين صاوب ما تحتوي خط أو اكمل أو انسب أو اختر بعيد وده محمد بن سدنان البتاني في علم الفيزياء الحسن بن الهيسم كان من أشهر علماءهم الحسن بن الهيسم مؤسس علم البصريات لسه كنت بكلمك عليه في الفيزياء وقد ساهم في النهضة العلمية عدد من المؤسسات التعليمية الإسلامية المهمة يبقى احنا اتكلمنا عن أهم العلماء اللي كانوا موجودين عندي في العلوم الطبيعية وفي درسنا النهاردة اتكلمنا عن العلوم الشرعية وعلوم الأدب واتكلمنا على العلوم الاجتماعية واتكلمنا كمان عن العلوم الطبيعية وعرفنا تعريف كل واحدة فيهم وأهم العلماء اللي موجودين طبعا ده بالنسبة الحسن ابن الهيسم المؤسسات التعليمية الإسلامية ايه المؤسسات التعليمية الإسلامية عندي بالنسبة لي؟ مؤسسات دينية زي المساجد والزوايا لدراسة العلوم الشرعية واللغة والتاريخ والسير يبني عندي المساجد والزوايا لدراسة العلوم الشرعية واللغة والتاريخ والسير وعندي مؤسسات عسكرية تهتم بالتعليم العسكري والحربي مثل القلاع والحصول يبني عندي مؤسسات التعليمية كلمنا عن أول حاجة لو رجعنا الوراء مؤسسات دينية زي المسجد والزاوية لدراسة علوم الشرعية واللغة والتاريخ والسير اتنين عندي مؤسسات عسكرية زي المؤسسات العسكرية أصلا كان ايه اهتمامها اللي تهتم بالتعليم العسكري والحربي مثل ايه بقى زي القلاع والحصول يبقى أنا عندي المؤسسات العسكرية كانت تتمثل في الدولة الإسلامية في القلاع والحصول ودي الهدف لناها التعليم العسكري والحربي عندي مؤسسات مدنية الكتاتيب طبعا احنا ما عندناش كتاب لكن عندنا حاجة شبيهة ليه احنا اول ما بنكون سنة صغيرة شوية طيب ماما بتوديك الجامعة وتقول لك روح عشان تحفظ قرآن فالكتاب كانت حاجة شبيهة للكلام ده بس مش بشكلها الحالي في المسجد كانوا بيعرفوا مبادئ الحساب ومبادئ اللغة مبادئ كده صغيرة ويحفظوا فيه قرآن كريم طيب وطبعا كان بيعلمهم شيخ يبقى الكتاتيب لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم والسنة وتلحق احيانا بالمساجد اللي ازا اللي موجودة دلوقتي اتنين المدارس كانت داخل المساجد او منفصلة وتعلم العلوم بكل انواح يبقى انا عندي الكتاتيب او الكتاب وده كان الهدف منه تعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن والسنة وتلحق احيانا بالمساجد وطبعا كمان مبادئ في الرياضات في الحسابات يعني مبادئ صغيرة بعد كده ظهر عندي المدارس ودي كانت اوقات تكون جوه المسجد واوقات تكون منفصلة وكانت الهدف منها انها تعلم العلوم بمختلف انواحها تعال نشوف كده بعد كده ايه عندي الجامعات ودي تخصصت في دراسة العلوم المختلفة مثل جامعة الازهر وجامعة كرطبة يبقى انا بقولك من اشهر الجامعات الاسلامية عندي جامعة الازهر وطبعا عندي جامعة الازهر الشريف جامعة الازهر دي منارة علمية كبيرة جدا في مختلف العلوم المختلفة وبيفرد اليها الناس كلها من كل دول العالم طلبا للعلم وعندي جامعة كرطبة كده اتكلمنا عن المؤسسات الدينية والعسكرية والمؤسسات المدنية انتقال الحضارة الاسلامية ودي اخر نقطة معنا في الدرس انا عايز اعرف الحضارة الاسلامية كيف انتقلت للغرب يعني ايه هي المعابر لانتقلت الحضارة الاسلامية طيب الاول قبل ما نتكلم عليها احنا تكلمنا في درسنا النهاردة عن انا بذكر الناس اللي بركزة معايا تكلمنا عن العلوم اللي عندنا في الدولة الاسلامية زي العلوم الشرعية وتكلمنا عن علوم الاجتماع تكلمنا عن علوم الادب واللغة وتكلمنا على العلوم الطبيعية بمختلف انواحها واهم من برز فيها من العلماء المسلمين وتكلمنا عن المؤسسات التعليمية كالمؤسسات العسكرية والمؤسسات المدنية والمؤسسات الدينية ودلوقتي بنتكلم كيف انتقلت الحضارة الإسلامية إلى أوروبا تمتع المسلمون في العصور الوسطى بحضارة عظيمة أنارة العالم الدولة الإسلامية طبعا أنا عارف يا جماعة ظهرت في العصور الوسطى وسيطرت وسيطرت الدولة الإسلامية في ذلك الوقت طيب أقولت لك أنها قعدت تقريبا حوالي ألف عام الحضارة الإسلامية مسيطرة في الوقت الذي كانت في أوروبا تعاني من الجهل والتخلف طبعا كان بتعاني من إخطاع وكان فيه فقر شديد في أوروبا في الوقت ده ظهرت الحضارة الإسلامية وسيطرت لمدة ألف عام أول المعاقل أو أول المأماكن اللي نقرت الحضارة الإسلامية كانت قرطبة بالأندلس طبعا الأندلس اللي هي إسبانيا وقريبة جدا من المغرب وأنا عارف الفتحات الإسلامية في الدولة الأموية التي وصلت إلى الأندلس ووصلت ما بعد ذلك أسبانيا حاليا منارة للعلم والعلماء يفد لها الطلاب من جميع أنحاء أوروبا لما أنا بالنسبة لي أول المعاقل أو أول أماكن اللي نقرت الحضارة الإسلامية للغرب كانت قرطبة بالأندلس طيب انتقال الحضارة الإسلامية برضو ليقتبسوا من أنوار علومها لإقامة حضارتهم الحديثة أصرت الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية في جميع المجالات عن طريق عدة مراكز بص كده معي ودي خريطة لنقل الحضارة الإسلامية بيتكلم عن مراكز نقل الحضارة زي سقلية وزي الأندلس هي عندك جزيرة سقلية قربها طبعا قربها من حدود الدولة الإسلامية زي ما أنت شايف وعندي الأندلس طبعا قرطبة قبل من حل أسالتنا اتكلمنا على المؤسسات الدينية والمؤسسات العسكرية والمؤسسات التعليمية في الدولة الإسلامية يعني وتكلمنا على المعاقل أو إزاي كيف انتقلت الحضارة الإسلامية إلى أوروبا عن طريق قرطبة في الأندلس وعن طريق سقلية تعالوا نشوف نحل مع بعضنا شوية أسئلة أول سؤال بيقولك أكمل عبارات الآتية بكلمات مناسبة يعتبر ابن الأسير نقط من أشهر المؤرخين المسلمين كانت المدارس الإسلامية تقام داخل نقط أو منفصلة ثلاثة تختص الجامعات طبعا يبقى أول سؤال عندي ابن الأسير وابن هشام من أشهر المؤرخون المسلمون طبعا ابن الأسير وابن هشام وعندي تاني سؤال بيقولك كانت المدارس الإسلامية تقام داخل نقط أو منفصلة طبعا بيكلم على المساجد ثلاثة تخصصت الجامعات في دراسة العلوم المختلفة مثل جامعة الأزهر وجامعة طبعا نسا بنتكلم عنها من شوية قرطبة في الأندلس يبا تاني يعتبر ابن الأسير وابن هشام بالنسبة لي من أشهر المؤرخون المسلمون أو المؤرخين المسلمين كانت المدارس الإسلامية تقام داخل المسجد أو بأفصل عنها كده صح كده صح تخصصت الجامعات في دراسة العلوم المختلفة ومن أشهرها جامعة الأزهر الشريف ومن نسبة لي جامعة قرطبة اختر علامة صح أو علامة غلط يعد ابن البطار من أشهر علماء الفيزياء طبعا إجابة خاطئة عندي علم الفيزياء طبعا الحسن ابن الهيسم وعلم البصريات من أشهر أسرت الحضارة الإسلامية على الحضارة الأوروبية في كافة المجالات طبعا إجابة صحيحة ده احنا اتكلمنا كمان عن الطريق أو المعابر التي انتقلت منها الحضارة الإسلامية إلى الحضارة الأوروبية من فاكر لسا هيهم شوية تماما مظموط في واحد سابع وقال لي قرطبة من ضمن الأمعابر أو المعاقل انتقلت منها الحضارة الإسلامية إلى أوروبا السؤال بعد دي بيقولك اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي أنا عايز أختار من بين الأقواس تعالوا مع بعض نشوف من أشهر علماء المسلمين في علم الجغرافيا طبعا الإدريسي بيقولك الاختراطة هي ما بنسبالي الإدريسي من أشهر علماء الجغرافيا هو بنسبالي الإدريسي وبكده انتهت حلقتنا يارب تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقة ونتقابل في حلقة جديدة ودروس جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته